قال رئيس جبهة الخلاصة الوطنية التونسية أحمد نجيب الشابي إن احتجاج الجبهة اليوم يهدف لإسقاط موصفه بانقلاب الرئيس قيس سعيد على السلطة ودع الشابي أنصار المعارضة إلى التظاهر يوم الرابع عشر من يناير وسط العاصمة من أجل إنهاء حكم سعيد وشهدت الاحتجاجات مناوشاتهم بين أنصار جبهة الخلاص الوطني وبين متظاهرين موالين للرئيس منطقة المنهلة التي تسكنها أسرة الرئيس قيس سعيد اختارتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة على سبيل التحدي لحج أنصارها والتظاهر للمطالبة بإسقاط ما يصفونه بالانقلاب واتهم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي من وصفهم بالمارقين على القانون للتضييق عليهم ومحاولة منعهم من تنظيم اجتماعهم هناك أناس بضعة عشرات في بالهم أن المنهلة هي خارج التراب الوطني أن المعارضة ما عنداش الحق بتعقد اجتماعات حاولوا ما نعنا عقدنا الاجتماع رغم ذلك في الظروف السعبة وفي النهاية أنهينا الاجتماع ونحن على طريق العودة ومرة أخرى أشكر قوات الأمن اللي قادة تلعب في دور جمهوري اللي منع هو السيد الوالي سنقضيه احتكموا جبهة الخالص الوطني إلى الشارع وحجد أنصارها من أجل مسيرة متوقعة الأسبوع القادم واجهته بعض القوى الداعمة للرئيس سعيد بمظاهرات مضادة مواجهة بين الطرفين كادت أن تتطوره إلى مشادات لولا تدخل قوات الشرطة يزيم الخراب أنت عشر سنين نحن نقول لا رجوع إلا الوراء خليه الرئيس يخدم خليه البلاد المؤسسات ترجع تخدم خليه الشعب يعيش يزيموا منفتن نحن ضد الانقلاب ضد الانقلاب على الديمقراطية طول الصمشات في توجه ديمقراطي مؤسساتي شيئا فشيئا جاء المنقلب وغدم كل شيء تصعيد من قوى المعارضة عشية ذكرى ثورة يناير ودعوات عدد من مكوناتها إلى التظاهر تزامنت مع مبادرات للحوار السياسي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات المدنية في محاولة لتطويق واقع الصدام السياسي المحتدم هي مبادرة وطنية أصلاحية هدفها ستقدم بها لسيد رئيس الجمهورية ونحب تشاركية بيش نعطيه رأيتنا لمستقبل هذا الوطن ورأيتنا في الأصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحول النزاع السياسي إلى ساحة المواجهة في الشارع يثير قلق البعض من احتمال انزلاق التجاذب بين قوى المعارضة والموالات إلى العنف في ظل وضعا سياسي معقد قوى المعارضة تقرر الاحتكام إلى الشارع من جديد في خطوة تصعيدية ليبقى الأمر مفتوحا على كل الاحتمالات في نظر مراقبين توفيق عيشة الحرة تونس لملاقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة تونس أحمد الغيلوفي القيادة في حركة مواطنون ضد الإنقلاب وهي إحدى مكونات جبهة الخلاصة الوطنية المعارضة ومن العاصمة الفرنسية باريس معنا أيضا حسان القبي الباحث والأكاديمية التونسي أهلا بكم ضيفي الكريمي أبدأ معك أستاذ أحمد الغيلوفي من تونس لماذا نهلة كبداية لماذا اخترتم هذه المنطقة بالذات هل تحاولون جس النبض أم تحاولون استفزاز أنصار الرئيس قيس السعيد تحية لكم ولمشاهديكم أهلا أولا نحن لا نستفز أحدا إطلاقا وقمنا بوقفات احتجاجية ومظاهرات تقريبا في كل محافظات تونس وثانيا لا أعتقد أن الرجل أنصارا رأينا ذلك في الانتخابات هم بضع عشرات جاءوا لإفساد أمر يحق للشعب التونسي أن يتظاهر في كل مكان ثالثا لا أعتقد أن منطقة المنهلة التي تظاهرت فيها جبهة الخلاص هي إمارة أو دولة داخل الدولة التونسية يحرم على الشعب التونسي التحرك فيها أو التظاهر فيها إنه لأمر غريب أن نقول ذلك ربما لكون مقر إقامة الرئيس قيس السعيد هناك قد يفهمها البعض أو قد يفسرها البعض على أنها محاولة استفزازية لاستفزاز أنصاره وبالتالي حدوث بعض المناوشات مثل التي رأيناها هذا غير صحيح أنا نفسي لست بعيدا عن هذه المنطقة وهذه المنطقة ليست ملكية أو مسجلة باسم أحد وهذا لا يعتبر إطلاقا استفزازا ونحن قمنا بالكثير من الاحتجاجات ولكن الأمر الحقيقي الذي يجب أن يقال هو أن هذا الرجل منذ انقلابه يريد أن يدفع بالبلاد إلى حرب أهلية ليست الناس العاديين هم من يمنع الناس العاديين هذا باب من باب الاحتراب الدولة والقانون هي من تعطي الترخيص أو تمنع التحرك هناك شيء اسمه العنف الشارعي تمارسه الدول لا يمكن أن يمارسه الأشخاص أن هذا الرجل قام بكل الكوارث ولم تبقى له إلا كارثة الحرب الأهلية وهذا ما نخشاه أسد حسن القبي هل توافق ضيفنا من تونس على هذه التحليلات التي ترى بأن مثل هذه المناوشات ومثل هذه التضييقات قد تدفع البلاد نحو حرب أهلية مثل ما يقول نعم بعد التحية أستاذ رأوف من خلال كل فريق الحرة ضيفك من تونس وعموم المشاهدين شكرا هي مسرحية فاشلة دعني أقول من قبل مخرج فاشل هنا في باريس دفعهم نعرف جيدا ما يحدث في تونس دفعهم للذهاب لمنطقة المنيهلة يعرفون أن شعبية الرئيس كبيرة هناك يريدون لعب دور الضحية للحجد الكل يعرف جيدا أنهم يستعدون للخروج يوم 14 يعرفون ليس لديهم دعم شابي يريدون مسرحية يلعبون فيها دور الضحية لحجد الشارع معهم دعني أقول أن تونس لم تعرف العنف السياسي إلا بعد 14 جنفي المشؤوم 2011 ومماجي حزب الأخوان دعني أذكر أن من يريد إشعال الحرب أهلية في تونس هو من ينظر للتدافع والاجتماعي الذي عاشته تونس وعشناه على بداية سنوات وهي نظرية راشد الغنوشي الذي اليوم رفع الشعارات ضده لأنه يعرفون أن نحمر أحمد نجيب الشابي تاريخيا يسمى نجيب الله الشابي محامل أخوان في الثمانينات الذي احتمل أخوان في حزبه طير 23 سنة أعطيك أمثال القومانيا القيادة في النهضة كان في حزب نجيب الشابي حمزة حمزة القيادة في النهضة كان في حزب نجيب الشابي أكمل الفكرة من فضلك مهمة جدا أكمل الفكرة من فضلك مهمة جدا لأن اليوم حركة النهضة لا يمكن أن تنزل للشرع لا يمكنها واليوم واليوم أقول جيدا من حق كل المنظمات والجمعيات القيام بكل التظاهرات ولكن كذلك من حق هذا الشاب الذي فقر فقر وهمشة واليوم يعاني في قوته اليومي ويعرف جيدا من جواه سياسة النهضة على عشر سنوات التي يدفع عليها أحمد نجيب الشابي وذمرته ما يسمى بجبهة الخلاص لذلك رفعوا الشعارات قالوا لهم يا سرق قالوا حتى رفعوا الشعار نسمعناهم على الفيسبوك كل شيء ينقل في باريز نتابة يغنوش يا صفاح يا قتل الوح ولكن أليس من حق جبهة الخلاص أن تنظم مسئلات احتجاجية وتنظم وقفات في أي مكان تريده في تونس وأيضا بدون تشويش بدون تشويش ربما هذه هي النقطة لا من حقهم لا من حقهم هو أخرؤوف حقيقة من حقهم ولكن من حق الشرع الغضب بدون عنف أن يعبر عن غضبه مثل كل الشعارات التي سمعناهم اليوم وأضيف إليك أن هذه المعارضة الهزيلة هي محمية من قبل الأمن التونسي بتعليمات من وزارة الداخلية ورأينا في رق الحماية هربتهم اليوم حتى لا تحصل كارثة ولكن من حق كذلك المتساكنين والمواطنين أن يعبروا عن غضبهم فقط في نقطة العنف السياسي أذكر جيدا من دعا وشرع للعنف السياسي ميليشيات حركة النهضة التي اعتدت بالهراوات في ذات 5 جنوبي مشؤوم على قيادات الاتحاد لجن حماية الثورة التي دعمتها النهضة والسيب إير حزب المنصف المرزوقي وما أحدثته لأن قيس سعيد لا له ميليشيات ولا له حزب ولكن من لديه الميليشيات ومن لديه لجن حماية الثورة والجماعة المسلحة الأرابية ورأينا قيادات في سوق السلاح في ليبيا لذلك كلامهم مردود عليهم هذه اتعامات قوية جدا دعنا نسمع رجل أستاذ أحمد الغيلوفي عليها أنتم مدفعون من وراء السيطار من حركة النهضة التي لا تستطيع التحرك في العلن وأيضا ما الذي تريدونه في وقت البلاد تسير نحو مسار ديبقراطي انتخابي أنتم قاطعتموه من الأساس أنا يا صديقي عندما أستمع لبعض التدخلات لا أستطيع أن أقول إلا أمر الله يقضيها الله أولا ضيفك عليه أن يراجع الحرب الأهلية التي وقعت بين اليوسفيين والبرقبيين وصلت إلى حد السلاح والرصاص هناك انفتاح دوما لأي شعب في لحظة من لحظاتي على العنف الأهلي ولكن يا صديقي ويا ضيفك الكريم يا سيدي الكريم هذا الخطاب خطاب التعويذات وخطاب التهم السهلة جدا وخطاب الشتائم يا حبيبي لم نجني منه شيئا أنا لم أجتم أي أحد لا 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 نعم لم تشتم أستاذ أحمد غيلوفي نحن لا نسمح بأي شتائم ربما تتحدث عن سياقات أخرى وحتى وإن كان في بعض كلامك رد على ضيفنا الأستاذ حسن القبي لكن لا نخرج على الإطار تفضل لم أشتم أي أحد نعم يا سيدي عندما يقول هؤلاء مدفوعين من باريس يا سيدي دعني أتكلم عندما يقول هؤلاء مدفوعين من باريس أليس شتيمة أليس اتهاما لهم بالخيانة أليس اتهاما بهم بارتباطات خارجية هل من شتيمة أبعد من هذه الشتيمة إذن نحن لا علينا لا علينا هذا لا يقدم إطلاقا للشعب التونسي يا سيد القبي اسمعني قليلا ارجوك اسمعلي قليلا تفضل أستاذ أحمد لن نقاطعك تفضل هذا الخطاب لا يقدم ولا يؤخر بنا إطلاقا وعشر سنوات سقطنا في الاحتراب وفي الصراعات وفي التهم والناس تحتاج إلى الدوافة لا تجده وتحتاج الحليب فلا تجد يا سيدي أنا معك وكنت من أكبر الناقدين لحركة النهضة والترويكة والتجربة ولكن ما قام به الرجل لنعود إلى عقولنا ما قام به هذا الرجل هو أنه حولنا من أزمة إلى كارثة قلنا أن المسار كان متعثرا ولكن ما قام به الرجل من انقلاب فجن على الدستور وما قام به من كتابة غريبة بيده دستورا لاثناش مليون تونسي في القرن الواحد والعشرين يعد إهانة للشعب التونسي وهذا ما دفع رجال الأعمال إلى الفرار وهذا ما أدى بالاستثمار إلى الانكماش هناك شركات يا سيدي تهرب من تونس لنعد إلى عقولنا وأن يحكم العقول ودعنا من المهاترات والخطاب الموتور لا يؤكل أحدا ولا يشرب أحدا ولا يداوي أحدا على كل ما قلت أستاذ حسن القبي كتصويب فقط للنقاش هناك المعارضة تتحدث عن مسار ديمقراطي انحرف بشدة الأمور الاقتصادية التي تبشر داخل البلد وأيضا هناك توجه نحو نزعة أو نزعة حكم ديكتاتورية وفوق كل هذا الانتخابات يرونها فشلت كيف ترد على كل هذه الاتهامات نعم أنا للتوضيح عندما قلت مسرحية فشلة من قبل مخرش فشل تونسي هيرب في باريس أنا لا أدعي أحد بالعمل ولكن هذا ما قلت ونعرف هي مسرحيات أقولها لك بصرح لإمارة نبيل القرية الكل يعرف وهو عضو ماهم خفي نعم أنا قلت لك الآن قلت لك نبيل القروي من باريس يعرفه الجميع بالنسبة للمعارضة الذي تتحدث عن مسار ديمقراطي انحرف أعتقد نحن في خضم على عملية ديمقراطية وننتظر انتهاء من بناء مؤسسات البرلمان وسوف نطالب فيما بعد ببناء المحكمة الدستورية وسوف نكمل هذا المسار مهما كان الثمن ولكن بالنسبة اليوم حكم ديكتاتوري لا نعتقد أن قيس سعيد كما تريد أن تصوره هذه المعارضة البائسة أنه ديكتاتور بالعكس قيس سعيد اليوم أنقذ تونس دعنا نقول أن قيس سعيد تدخل في أزمة كورونا وهو من أنقذ تونس وهذا يحسب له قيس سعيد يعني في 25 جوليا أخذ قرارات ممكن جنبت البلاد التقاتل وحتى ممكن هجوم الغاضبين على المقرارات الحزبية لحركة النهضة ولكن يبقى الموضة الاقتصادية الموضة الاقتصادية دعني أقولها لك وأعيدها واليوم تابعت من قبل الشباب الغاضب في منقطة البنيلة وعي كبير لأنهم يعرفون من أوصل تونس لحالة الإفلاس هم من حكموا على امتداد عشر سنوات كلهم بدون استثناء شركاء فيما وصلنا إليه ولكن ولكن على رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية إيجاد حلول عاجلة حتى لتنفلت الأمور ولا ينفجر الوضع الاجتماعي ولكن المسؤول على إفلاس تونس والمسؤول على الحالة الاقتصادية وحتى اللوبيات الاقتصادية المتواطئة مع من حكم في عشر سنوات لأن حكيم عشر سنوات تواطئوا مع الجميع تواطئوا مع رجال فلسدين من النظام القديم تواطئوا مع رجال أميل فلسدين أريد تعقيد فقط من أستاذ أحمد الغيلوفي لو سمحتم أستاذ أحمد هناك مسار ديمقراطي صفه كما شئت لكن الجميع في تونس يتفق على أن الفترة التي سبقته لم تكن جيدة على الإطلاق وكانت هناك كثير من الأمور وجب إصلاحها والآن الوقت ضيق ومشاكل العالم كثيرة التي تؤثر على تونس لماذا كل هذه العجلة والضغط على هذا المسار يا سيدي لو رأينا قليلا من الأمل سوف لن نستعجل الأمر ونفس الكلام يقال لماذا الاستعجل على المسار الذي كان موجودا أنا كنت من أشد الناقدين لذلك المسار الذي كان يعني متعثرا ولكن بحكمي ربما يعني متابعة لتاريخ التحولات الديمقراطية وتاريخ الثورات يعني أعرف أن المسارات تكون متعثرة وطويلة ولا بد من أن نصبر عليها ولكن عندما يكون المسار ديمقراطيا أما هذا المسار فهو مسار انقلابي وأنا أسأل ضيفك أسأله هل سمعت بشخص كتب في التاريخ يعني دستورا لشعب كامل أين الديمقراطية هل سمعت برجل أخط بيده القانون الانتخابي بنفسه أين الديمقراطية هل سمعت بحكم حتى حكم ديكتاتوري وليس هناك مؤسسات هل هناك مؤسسة مع هذا الحاكم اليوم الأسئلة واضحة وهو يعرفها جئيدا الأستاذ حسن القبي هل هناك مجلس نيابي هل هناك مجلس قضاء هل هناك مجلس صحافة هل هناك من شاركه في كتابة هذا الدستور هل هناك من شاركه الوقت دهمنا عفوا نعم سيد الوقت يدهمنا بالفعل بل انتهى ولكن أريد تعقيب حتى أكون منصفا مع الأستاذ حسن القبي ليقول كلمته الأخيرة تفضل جوهر الدستور هو العودة للنظام الرئيسي للابتعاد عن النظام البرلماني الذي كان حقيقة غريبا على الشعب التونسي وهذا النظام اختيره عن طريق استشارة شعبية 97% من كتب هذا الدستور من كتبه الشعبية الإلكترونية من كتب دستور لا 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 بدون مقاطع بدون مقاطع أقول لك جيدا أن الدستور في جوهره ديمقراطي من خلال استشارة إلكترونية طالبا من خلالها 97% ممن شاركوا بالعودة للنظام الرئيسي شكرا شكرا جزيلا لكم ضيفي كريمان الأستاذ حسن قبي الباحث والأكاديمي من العاصمة الفرنسية فاريس وأيضا شكرا لأستاذ أحمد الغيلوفي القيادة في حركة مواطنون ضد الإنقلاب من تونس شكرا جزيلا لكم موسيقى موسيقى